محاضرة مجيدة عن المكتبات وحقيقة السعودية من أين أهدا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر من دوبية الرباس بدعوتي لإلقاء محاضرة عن دور المكتبة في العمالية الطربوية والتعليمية وعن دورها في البحث العلمي وطبعا هذا موضوع مهم جدا فالمكتبة هي أساس هذه العمالة العلمية ولا يمكن لأي مؤسسة تعليمية أو طربوية من الابتداء إلى العالي أن تقوم بدورها وبعملها الطربوي ما لم تكن لديها مؤسسة مكتبية وطبعا المكتبة هي أساس كل معرفة وكل بحث علمي طبعا إذا الطلبة لا يدخلون المكتبة ويقتصرون على الملخصات وعلى ما يلقفونه من المدرسين فلا يمكن للمؤسسة التعليمية أن تعطينا وأن تكون لنا الطالب المبدح فقط إذا اقتصر الطلبة على الملخصات وعلى ما يلقفونه من الأساتداء فطبعا يكونون باحثين مقلدين وطبعا البحث العلمي يحتاج إلى المكتبة لابد لكل مؤسستين ولمدرسنا في المؤسسة أن يدعوا الطلبة ويحببوا لهم المكتبة ويدعونهم إلى القراءة لأن القراءة هي أساس المعرفة وهي كل شيء فلا بد من تحسيس الطلبة والتلاميذ بأهمية المكتبة حقيقة نحن بصدر الاستغلال هذه الفرصة فرصة هذه المحاضرة الهامة التي حضرناها اليوم من أجل أن نعمل على تزويد داخليات داخليات المؤسسات التعليمية برصيد وتائقي ومن الكتب والمجلات لماذا؟ لأن هذه الأقسم الداخلية عادة ما يقضي فيها التلاميذ يومهم وأيامهم كلها ويكونوا في حاجة كبيرة إلى مجال للمطالعة والقراءة وبطبع الحال هناك المكتبة المدرسة بصفة عامة ولكن تكون بعيدة عليهم لأنها تجد عادة في القسم الخارجي ولهذا قلنا ودي من أجل إعطاء دفع قوية للحياة المدرسية داخل الداخليات أو داخل الأقسم الداخلية أرطائنا على أنه نزود هذه الداخليات برصيد الكتب وطبع الحال سجلنا في اسم مكتبة داخلية مؤسسة كذا وكذا وبهذا الطريقة هذه كنكون طبع الحال وكيف ما قلنا وفرنا هذا التلامد واحد الوسائل من أجل أن يستعدوا لامتحانتهم ومن أجل أن يراجعوا دروسهم من أجل أن يتتقفوا وأن يطالعوا وأن يقضوا أوقات جميلة مع الكتاب أكيدا لأن هناك مبادرات على السعيد الوطني ولكن نحن بالنسبة للجهات تربط سنة القناطرة أعتبرنا هذا إجراء هذه السنة إجراء أساسي يعني بلنا نقوله سنرسخه كتقليد وطني وكتقليد جهوي على مدى السنة بكاملها بحيث أنه يمكن الزوحة ولي واحد تمنالاف عنوان وطبع الحال في المرات المقبلة سنعود إن شاء الله رحمة الرحيم نستنفع العمالية من أجل البحث عن عنوين جديدة ما تنساش تابونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلق جديد الفيديوهات من هز براس